أخلي بالك كل الكلام بقول لكم ده من مخي ربنا خلق لي مخ أفكر بي وفي نفس الوقت أريت مشاهد حصلت في نادي الزمالك قبل كده فاكرين لما مرتضى منصور في انتخابات 2009 خرج من السجن قبل الانتخابات بأسبوعين 3 ودخل قبل الانتخابات رشع نفسه قبلها بأسبوع وممدوح عباس نجح ومرتضى أبطل الانتخابات بعدها بسنة فاكرين ولا لا طب فاكرين سنة 2021 لما مجلس مرتضى منصور ماشي لما مجلس مرتضى منصور ماشي وجيه 3 لجان يديره النادي وبعد كده أبطل الإجراءات دي كلها ورجع تاني النادي الكلام ده بيتكرر مرة تانية وبقول لكم الكلام ده على مسئوليتي الشخصية وهشرح لكم ازاي والزمن الزمن هيوريكم فقولوا ميدو قال والله من غير ما راجع بني آدم بس ربنا خلالي مخ أفكر بي طيب ارجع لي لو سمحتوا رجعوا لي للمادة 28 والمادة 41 والمادة 43 في اللايحة الاسترشدية فين هي يا جماعة فين سورطة بتقول ايه طيب انا مش بدي اين سورطة هنا يجب ان يتوفر دي اللايحة الاسترشدية يا جماعة بتات اللاجنة الولمبية تمام فيهم عشر نقط بص بقى رقم تلاتة بيقول ايه قل لا يكون قد صدر ضده اي احكام نهائية بعقوبة جنائية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او قدية باشار افلاسه بحكم انبات جبولي يا جماعة محامين لو سمحتوا يردوا علي دي النقطة ده مكتوب فين في المادة 28 بندة 3 في اللايحة الاسترشدية بتات اللاجنة الولمبية طيب ها المرتضى منصور دخل السجن دلوقتي بتهمة مخلة بالشرف ولا ممكن في اي وقت يتعن في القضايا الاداري يقول ان دي مش تهمة مخلة بالشرف قلولي هد من وزارة الشباب وردت لها يرد علي او محامي يخش معايا يقول لي محامي واثنين وثلاثة حضراتكم السيدة المشاهدين فكروا معايا احنا كلنا راجل مرتضى منصور دخل السجن بيقضي عقوبته تاخد عليه حكم بانه هو سب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهل هل هي تهمة مخلة بالشرف السب والقصف هل هو تهمة مخلة بالشرف طب ما انا النهاردة في العقوبات بتاعت المرور عقوبات السير اللي انت ماشي بالعربية ممكن ان انت لو مشيت عكسي يوصل بيك الامر في طريق سريع ولا في طريق خطر يوصل ان انت ممكن ان انت حريتك تقيد تاخد عقوبة مقيدة للحرية تتسجن شهر عشان مشيت عكسي صح هل ده معناه ان انت يسقطوا عضويتك ولا بعد كده اي طعم في اي محكمة في المحكمة في القضايا الاداري تقدر ان انت تبطل القرار ده تمانية عشيك دي خلي بالكم شروط الترشح خلي بالكم واحد واربعين بقى ولا تلاتة واربعين واحد واربعين بقى انت هتسقطوا العضوية جبهة لي السنة قبل ما اخش على هوا انا اتأخرت عليكم شوية عشان اقرأ كل حاجة واشوف انا هل انا يعني مجنون ولا ايه اللي بيحصل يا رب بكون غلط المادة واحد واربعين بقى بتقولك بقى تزول العضوية عن اعضاء مجلس الادارة في الحالات حالات الاتية تمام سيبكم من واحد اتنين اذا صدر ضد العضو حكمي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية او قضي بشهر بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد الي رد الي اعتباره وفي هذه الحالات يصدر مجلس الادارة او يصدر مجلس الادارة قرارا بزوال العضوية مع اختار اللجنة الاولمبية المصرية والجهة الادارية المركزية الكلام ده كله يا جماعة اللي في اللاحة الاسترشادية بتاع اللجنة الاولمبية انا بقول لكم القضاء الاداري والمحاكم لا تعترف به وهو ده اللي بيحصل النهاردة فيه اجراءات وزارة الشبابة برياضة بتاخدها تنفيذا لللاحة الاسترشادية او بتطلب من الاندية ان هي تنفذها واي محامي في اي محكمة يبطل اي قرار بيتاخد زي ما حصل في نادي الزمالك مرة واثنين وتلاتة واربعة يعني النهاردة هو اذا صدر ضد العضو حكم نهائي باقوبة مقيادة للحرية طيب طيب بعد كده ماشي اسقطت عضويته اسقطت عضويته دلوقتي طيب ارجع بقى لشروط الترشح ارجع لشروط الترشح المادة 28 النهاردة مرتضى منصور اسقطت عضوياته صح؟ والمجلس ده كمل او المجلس ده خلي بالكم رفض ان هو ياخد قرار فتم حله وتم تعقيل لجنة مؤقتة لحين انقاد الجماعية العمومية صح؟ ومرتضى خرج من السجن هل يحق له الترشح ولا لا جبوا لي بقى المادة 28 قال لا يكون قد صدر ضده اي احكام نهائية بعقوبة جنائية او او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة اي طعن اي طعن في رأيي اي طعن في المحكمة مرتضى منصورة هيحق لي الترشح مرة تانية في الانتخابات اللي جاي وافتكروا كلامي واقولوا ميدو قال ترجمة نانسي قنقر